قيامنا تنضي ونضي خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرها أذى وعارذان كمن تقع حدها يسعى لاستدامة مجدما ليست هنا يا من تعاني فقدها طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقى إلينا صفأة من سرها عند الإله ثمة أو أم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقاؤنا الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى حول حروب الرد وكنا في اللقاءين السابقين رأينا كيف بدأت الردة وأقسام المرتدين ورأينا الذين ادعوا النبوة وواصلنا السردة وتوقفنا عند قصة مالك ابن نويرة مع خالد ابن الوليد رضي الله عنه هذه القصة جاءت في تاريخ الطبري وأن خالد رضي الله عنه قتل مالك ابن نويرة من أجل أن وتزوج امرأته وتزوج امرأته هذه القصة موجودة في تاريخ الرسل والملوك المشهور بتاريخ الطبري لكن سند هذه القصة تالف إذ فيه محمد ابن حميد الرازي وهو ضعيف بل اتهمه الكثير بالكذب فسند القصة تالف وبالتالي لا نستطيع أن نأخذ من هذا السند التالف قصة نقول أن هذه القصة وقعت بالفعل وخاصة أنها تتنافى مع المشهور عن خالد ابن الوليد رضي الله عنه فإذا كان السند تالفا ونظرنا إلى المتن فنحن نستطيع أن ننقذ المتن ونرى أن خالدا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام زكاهم ربنا سبحانه وتعالى وشهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام سيأتيك الرد الآن وتقول هل هو معصوم لم نقل أنه معصوم إنما العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك أمور قد نصدقها على بعض الصحابة أنها تقع منهم وهناك أمور عقلا وشرعا لا نصدقها أنها وقعت من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة عندما أذكر لك الآن تمام ما ورد في هذه القصة السؤال الذي يتبادر دائما ونسأل عنه لماذا أورد الطبري إذن القصة إذا كانت تالفة في كتابه نقول أن تاريخ الطبري من أكبر الكتب التي تكلمت عن عصر الخلفاء وعن القرون وعن القرون الأولى لكن ابن جرير الطبري عليه رحمة الله اتبع منهجا في كتابه هذا هذا المنهج إن لم تقف عليه فإنك لن تستطيع أن تستفيد من كتابه هذا المنهج اعتمد على أنه جمع سائر المرويات التي قرأها في كتب أو التي وصلت إليه بسند جمع سائر هذه المرويات ووضعها في كتابه فالمشكلة كتاب تاريخ الطبري أنه وضع المرويات يعني بعضها تل وبعض فوضع الصحيحة ووضع الضعيفة ووضع الموضوع دون أن يشير إلى ذلك ودون أن ينقض ودون أن يحلل على قاعدة أن من أسند فقد أحيلك لذا تجد أن النظر في كتاب تاريخ الطبري من الصعوبة بمكان على غير المتخصصين لأنه يحتاج إلى متخصصين في السند ويحتاج إلى نظر في متون المرويات المروي نعم نحن نعلم أن مرويات التاريخ والسيرة يتساهل فيها بما لا يتساهل في مرويات العقائد والأحكام نحن نعلم ذلك جيدا لكن قد نتساهل في سرد تاريخي لا يترتب عليه أحكام لكن لا نتساهل في قصك التي بين أيدينا أن يقتل خالد رضي الله عنه مالك بن نويرة من أجل أن يتزوج زوجته وإذا النظر في كتاب تاريخ الطبري لابد أن يتسلح بالعلم وينظر من خلال قواعد أهل العلم إلى السند وإلى المت والطبري أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه وأشار أنك ستجد مرويات مستهجنة ومرويات غريبة وهذا ليس من قبله وإنما من قبل الأسانيد التي وضعها في الكتاب إذن هو جمع كل ما وصل إليه من مرويات حتى قيل أن الطبري في تاريخه كان جامع مرويات وليس محققا تاريخيا لكن الشاهد أن تاريخ الطبري هو أكبر كتاب في التاريخ وصل إلينا أنه اعتمد حتى على كتب هذه الكتب لم تصل إليه بعض هذه الكتب لم يصل إليه فصار كل من يأخذ مادته يأخذها من تاريخ الطبري دون النظر إلى ما ذكرناه وخاصة بعض الأدباء الذين يكتبون في الإسلام وفي تاريخ الإسلام وفي حروب الردة التي نحن بصدد الكلام عنها فيأخذون المادة من تاريخ الطبري أو من البداية والنهاية أو من غير هذين دون إعمال القواعد العلمية المتعارف عليها عند النظر إلى أمثال كتاب تاريخ الطبري إذن لا أحد يحتاج بأن القصة وردت في تاريخ الطبري وهل أنتم أعلموا من الطبري نحن لسنا بأعلم من الطبري ولم يدعي أحد مننا ذلك لكن نقول إن الطبري هو الذي وضع القانون الذي يسير عليه وأنه جمع المادة التي وصلت إليه سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة تقول طب لماذا وضع الموضوع يعني حتى يكتصر على الصحيح والضعيف وضع ليؤدي كل ما وصل إليه من مرويات يؤدي أمانة النقل إلى من يأتي من بعده فينظر ربما يجد رواية ضعيفة أو رواية تالفة ولها ما يعضدها من مرويات أخرى عملا بقواعد المحدسين في نقض السند وفي نقض المن إذن قصة إنه أن خالدا قتل مالكا من أجل أن يتزوج امرأته وهذه قصة غير صحيحة والأسف يعني طعن في خالد بسبب ونشر في بعض المنشورات كلاما أخذ من تاريخ الطبر واحتجوا أن هذا موجود في كتاب تاريخ الطبر ونحن نرد على هذا الكلام ثم ننظر إلى باقي القصة باقي القصة ليست في تاريخ الطبر إنما في أسوأ باقي القصة أو تفاصيل القصة وتحبيش القصة موجود في كتاب الأغاني للأصفهان أي كتاب الأغاني للأصفهاني؟ هو كتاب جله في الغناء وفي المعازف وفي الجواري وفي الاستمتاع بالجواري فمادة الكتاب قائمة على هذا هو على طريقة المحدسين يأتي بالسند لكن في هذا السند يحشر التالفين والوضاعين والكذابين والهالكين وقد يأتي بعد أن يسكر القصة الطويلة ويقول ينظر في هذا السند ما ترك أحدا من الأفاضل إلا وجاء له بقصص عن مجونه وعن خلاعته فلم يسلم منه أحد حتى الأفاضل من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقد كال بكيل كبير لهارون الرشيد الخليفة هارون الرشيد رحمه الله فصوره على أنه شارب خمر على أنه زير نساء على أنه بالليل وبالنهار يستمع إلى المعازف وإلى الموسيقى والأسف المادة التي أخذت في تصوير هارون الرشيد أخذت من مثل كتاب الأغاني الأصفاني الأصفاني كانت تغلب عليه النزعة الشيعية والنزعة الشعوبية فما ترك أحدا إلا قد يأتيك بخبر في زهد أحدهم ثم يتبع هذا الخبر في الزهد بخبر آخر في مجونه فإنت عندما تقرأ تتصور أن الناس هكذا وأنه من أحد فاضل ما من أحد فاضل وأن حتى الفضلاء الذين نحن نقتفي آثرهم لهم ولهم 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 فهذا يعني يميع مسألة النموذج والتربية بالنموذج فلم يسلم منه أحد حتى سكينة التي هي حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام بنت الحسين التي يقال في علمها وفي زهدها وفي ورعها أيضا يحكي عنها الأصفاني أنها كانت تحبس المغنين والمغنيات من أجل الغناء وأنها كانت تعزف وأنها تستمع للعزف وأنها كذا وأنها وأنها كذا حتى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لم يخل من همز ولمز من الأصفاني صاحب كتاب الأغاني قد يكون هذا الكتاب له قيمة عند الشعراء أو عند الأدباء هذا شأنهم لكن نحن هنا نتكلم عن ضوابط للمادة الشرعية أنا عندما أخذ مادة شرعية بالطبع لأخذ المادة الشرعية من كتاب أدبي فأقول أني اعتمدت على كتاب كذا وكتاب كذا لا إنما المادة الشرعية لها مصادر ولها مراجع وهذا يعرفه العاملون في العلوم الشرعية كما أنه كل العاملين في مجال علومهم يعرفون من أين يأخذون المادة العلمية الأصفاني بقى قال إيه وشوف أنت اسمع وقل بعقلك هل تصدق هذا على خالد أم لا؟ قال إن خالدا رضي الله عنه لما جئ له بمالك ابن نويرا ومالك ابن نويرا كان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه وجعله النبي عليه الصلاة والسلام من باب إنزال الناس منازلهم جعله النبي عليه الصلاة والسلام على جمع زكاة قومه فكان يجمع الزكاة من قومه ويرسل بهذه الزكوات إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن مالكا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أنكر الزكاة وأنكر إرسال الزكاة إلى أبي بكر رضي الله عنه بل وتعاون مع سجاح التي ادعت النبوة كما رأينا في حلقة سابقة واستطاع أن يجعل سجاحا تحارب بعض أعدائه في قبيلاته وبعض القبائل الأخرى ثم انفصل عنه ومدعي للنبوة وانفصل عنه وانضم السجاح ونحن رأينا القصة قبل ذلك إلى مسلمة الكذاب فإذن مالك كان من الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ونحن بينا أن أبا بكر أرسل الجيوش من أجل قتال مدعي النبوة والمرتدين ومانعي ومانع الزكاة على التقسيم الذي رأيناه قبل ذلك فجاء مالك ابن نويل وقد اختلف أصحابه خالد في أمره فمنهم من قال إن مالكا أقر بالزكاة وأقر بالأزان والصلاة ومنهم من قال إنه لم يقر إذن حتى أصحاب خالد رضي الله عنه اختلفوا في الحكم على مالك ابن نويل فاستدعاه خالد ليتناقش معه فكان عندما يأتي يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فإن مالكا كان يقول صاحبكم يقول صاحبكم يفعل صاحبكم قال فقال له خالد أليس لك بصاحب إبقى أمن تتقول عن النبي عليه الصلاة والسلام صاحبكم صاحبكم إبقى ليس لك بصاحب فهذه قرينة ترشح ما قاله فريق أنه لم يستجب لدعوة الإسلام وإلى العودة إلى ما كان عليه وإلى دفع وإلى دفع الزكاة مرة أخرى إلى أبي بك وإلى المسلمين الأغاني بقى في الأصفان بيقول إيه لما جاء مالك بن نويرة إلى خالد رضي الله عنه ليتحور معه فجاءت زوجة مالك خلف زوجه وهو يكلم وقال ليس لك بصاحب فاستشعرت أن زوجها مقتول فماذا فعلت فإنها ألقت نفسها على قدمي خالد بن الوليد وأخذت تتوسل إليه أن يعفو عنه وأن يتركه وخمارها من فوق رأسها انسدل عن شعر حريري ناعم وهذا الشعر الحريري جاء على عينين أسودين بهما حور فازداد جمال عينيها وهذا الشعر وازداد بريق وجهها فنظر إليها خالد بإعجاب وقال الأصفاني أن خالدا كان يحبها في الجاهلية كان يحبها في الجاهلية فقال مالك لما رأى نظرة الإعجاب من خالد لزوجتي قال لا شك أني مقتول فقال لو خالد لا لا من أجل هذا ولكن لأنك تقتل لكفرك تقتل لكفرك ويقول أيضا إن خالدا لما عجبته ما كان يحبها في الجاهلية ويقول أصفاني ألم تسمع عن ساقي أم تميم اللي هي زوجة خالد فإنها كانت تمتلك أجمل ساقين في العرب هذا الكلام بالله عليك لا نريد هنا أن نتكلم بأن أقول سند ولا شيء بالله عليك هل يصدق هذا الكلام على أحد أبرز قادة جيوش المسلمين على سيف الله المسلول على الذي استطاع أن ينتصر على نفسه ولو لم ينتصر خالد على نفسه من تصر على الأعداء على الذي وهو في قمة مجده وفي عنفوان انتصاره يرسل إليه عمر عندما تولى الخلافة بعزله من قادة الجيوش وأن يبقى جنديا يحارف في صفوف المسلمين فخالد لا يعترض وينزل من قيادة الجيوش القيادة العامة إلى جندي عسكري يقاتل في صفوف المسلمين ويظهر شجاعته النادرة وحكمته الحربية فيه وهو جندي كما كان قائد فهل هذا الرجل ولو أنك قرأت تاريخ خالد رضي الله عنه هل يتصور عن هذا الرجل أنه يقتل رجلا اختلف الناس في حكمه في الحكم عليه من أجل أنه رأى شعر امرأته أو رأى عيني امرأته فهذا الكلام يعني أنت لا تصدق على على أحد الفضلاء من الناس يعني لو قيل لك أن فلانا وأنت تنظر نظرا أنه من الأفاضل أن فلانا قتل رجلا من أجل أن تزوج زوجته وأنه كذا وكذا ماذا ستقول عنه فهذا الكلام يصدق على خالد بن ورين فضلا عن المادة العلمية كما قلت مأخوزة من كتاب الأغاني للأصفهان وقد قدمنا يعني نبزة كده خفيفة عن كتاب الأغاني للأصفهان الشاهد أن أبا بكر رضا الله عنه عندما وصله أخبار أن خالدا قتل مالكا وأنه تزوج زوجته بعد أن اعتدت تزوجها زواجا صحيحا بعد لأنه موجود في الأغاني أنه تزوجها في نفس الليلة في نفس إلا يعني كأن خالد ليعرف الشرع ولا يعرف دين ولا يعرف أخلاق ولا يعرف أي حاجة خالص فبعد أن اعتدت تزوجها تزوجها فكان اللوم على خالد الذي يوجه إليه أنه لا يتزوج القادة في أثناء المعارك في أثناء المعارك فاستدعاه أبو بكر رضي الله عنه واشتد عليه عمر في التقريع وفي التوبيخ وفي التأنيب ولم يرد خالد رضي الله عنه بل إن عمر نزع السهام التي كان يرتديها خالد وكلها فيها دماء من القتل في الأعداء ودخل خالد على أبي بكر واستمع إليه أبو بكر وعلم أنه أول واجتهد وعزره وخرج للناس وقال ما زاد خالد على أنه اجتهد فتأول فأخطأ فأرسل الدية إلى مالك ابن نويرة والأسرة ردهم إليهم مرة ثانية مرة ثانية وأنه شوف متمم ابن نويرة أخو مالك ابن نويرة متمم هذا كان أعور يعني كانت له عينه واحد فأخذ يبكي على أخيه مالك سنة كاملة حتى زهبت عينه السنة وصار لا ير فلما جاء لعمر رضي الله عنه فقال شعرا من أجمل شعر الرساء في أخيه فعمر قال لو كنت أقول الشعر لا رصيت أخي فقال له متمم قال ليسوا سواء فلو أن أخي مات على ما مات عليه أخوك ما كنت رصيت ذلك الرساء بهذا يدل هو اعترافه من أخي الذي يحب حبا جما فاعتراف بأن مالكا لم يمت على الجادة ولم يمت على على الخير باعتراف أخيه قال لو كان مات على مثل ما مات عليه أخوك يا أمير المؤمنين ما كنت بكيته كل هذا كل هذا البكاء يبقى دي قصة مالك ابن نويرا أردت أن أفندها ولأن هذه القصة يطير بها المستشرقون ويطير بها أتباع المستشرقين ويطير بها كل من يريد أن ينتقس من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه القصة وأشباه هذه القصة سيأتي في سيرنا يعني أمثال هذا ونحن في سيرنا في البرنامج نفند ونرد بفضل الله سبحانه وتعب إذا كانت المسألة أو النقطة الأولى ننتكلم عنها في حلقة الليلة سننتقل إلى الكلام عن مسيلمة الكذاب مسيلمة الكذاب الذي سمى نفسه رحمان اليمامة رحمان اليمامة هو من بني حنيفة في اليمامة في اليمامة مسيلمة عندنا أخبار في كتب الحديث صحيحة في الصحيحين أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونقول إن بضاعتنا في الأمور المسألة التاريخية ومنها المسألة التي نتكلم عنها من كتب المحدسين بضاعة قليلة لأن المحدسين نعم أثبتوا الرد وأثبتوا ما وقع وأثبتوا بعض الحوارات وبعض المعارك لكن التفاصيل هذه لم يأتي بها المحدسون إنما هي موجودة في كتب التاريخ وفي كتب السير والمغازي لذا فإن الكلام في هذه المسائل ومنها حروب الردة الكلام الحديث كلام شائك كلام شائك لأنها ليست يعني لا نعتمد فيها على كتب المحدسين فقط وإلا كان الأمر يسيرا وإنما نحن نأخذ من كتب التاريخ ومن كتب السير وهم لا يعتمدون طريقة المحدسين في النظر إلى السند وإلى قواعد المحدسين هذه الصعوبة في الكلام عن مثل ما نتكلم عنه الليلة في حروب في حروب الردة لكن كما قلت نحن وإن ذكرنا بعض الأخبار من تاريخ الطابرة أو من بداية والنهاية أو من غير ذلك أو تاريخ الزهبي أو من سير إعلام إلى غير ذلك من المصادر التي نستقي منها المادة فقد نتساهل إن كانت القصة أو كان السرد لا يتعلق به أحكام ولا يمس أحدا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الكبار فهنا نتوقف ونتأمل وننظر إلى الأسنيد وننظر إلى الماد ونعمل قواعد النقض في السند وفي الماد فورد عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن مسيلمة ورد جائل النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه في العام التاسع من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لإعلان إسلام قومه وكان معهم وهو قال للنبي عليه الصلاة والسلام في رواية عند الطبر أو في البداية والنهاية أنه اجتمع بالرسول الله عليه الصلاة والسلام على انفراد وأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يجعل له أمرا من بعده أو يشركه معه في الأمر في قبيلاته على أن يبايع على الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت ابن عباس رضي الله عنهما جاء إليه ومعه سابت ابن قيس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام وخطيب الأنصار وكان النبي عليه الصلاة والسلام معه في يده جريدة عصر من الجريدة فتكلم مع مسلمة وقال إنك لن تعد قدرك ولو سألتني هذه الجريدة فإني لن أعطيها لن أعطيها لك ولئن أدبرت ليعقرنك الله أو ليعقرنك الله سبحانه وتعالى وهذا سابت يرد عليك يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن له أنه لا شيء له هو يريد أن يأخذ شيئا لا شيء له وأنه لو أسأل النبي عليه الصلاة والسلام الجريدة جريدة النخل دي ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجريدة ثم تركه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن أدبرت ولم تسلم فالله سبحانه وتعالى سيعقر أنك يقتلك يجعل يسبب من يقتلك كما سيأتي إن شاء الله وأيضا في حديث أبي هرير رضي الله أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤية وأنه يرتدي سورين من زهب فأهمه أمر هذين السورين فأوحي إليه ننفخ فيهما فنفخ فيهما فطارة فأول النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد السورين كان الأسود العنسي اللي هو تنبأ في اليمن والآخر هو مسيلمة مسيلمة الكزاب ومسيلمة هل هو أسلم وارتد أو هو لم يسلم في الأصل اختلفت روايات أهل التاريخ في هذا ربما يكون لم يسلم وإن أسلم أسلم طقية فكيف يسلم وكيف يدعى النبوء وهو يدعى النبوء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات أيام النبي صلى الله عليه وسلم الطبري يروي لنا أنه جاء الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا مسيلمة عند رحالهم وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لم نتركنا واحدا عند من سادتهم عند رحالنا ليقوم عليها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس بشركم يقوم على حاجتكم أو كمثل هذا الكلام وهذه المقولة طار بها مسيلمة على أن النبي عليه الصلاة والسلام زكاه وجعل له الأمر من بعده والنبي عليه الصلاة والسلام فقط كان يزكي فعله في هذا الوقت لا يزكيه هو وإنما يزكي فعله في هذا الوقت أن القوم تعجلوا وجاء رسول الله وتركوا رواحله وما كذا بدون حراسة وهو قام على حراسة هذه الرواحل فزكى فعله في هذا الموقف صلى الله عليه وسلم وعندنا أيضا في البداية والنهاية أن مسلمة أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع يعني في أخريات أيام النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه خطابا فيه من مسلمة رسول الله إلى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لنا نصف الأرض ولكم نصف الأرض ولكنكم قوم تعتدون وأن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه قائلا له السلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى وأن الأرض لله سبحانه وتعالى يورسها من من يشاء إذن مسلمة ادعى النبوة في أخريات أيام النبي عليه الصلاة والسلام مسلمة في اليمامة في قبيلة بني حنيفة شرقية الجزيرة العربية واليمامة هذه كانت من القبائل أو بني حنيفة في اليمامة من القبائل الكبيرة المتواجدة في الجزيرة العربية حتى أنها كانت أن لها الشرف ولها المكانة وأنها تنافس قريشا في شرفها وفي مكاناتها وإن تميزت قريش بأنهم سادنت بيت الله الحرام لكن كانوا يرون أن لهم مكانة مكانة كبيرة وكانت يعني ديارهم كانت خصبة وفيها ماء وافر وكانوا يزعون القمحة والحنطة القمحة والزرة والشعير والنخيل وكانوا يصنعون السيوفة والسهام فكانت عندهم إذن نعضة اقتصادية وغفرة اقتصادية بمقيس هذا هذا الزمن وكانت تشبي المدينة يعني في أشياء في أشياء كثيرة اليمام فمسيلمة كان يدور بين الأسواق ويتعلم على أيدي الكهنة وعلى أيدي الصحرة وحتى استطاع أن يجمع بعض المعارف من هؤلاء الكهنة ومن الصحرة ومن اتصال بالجن استطاع أن يجمع هذه المعارف ثم لما في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يوحى يوحى إليه كما يوحى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسيلمة هل كان يتسم مثلا بصفات جعلت الناس يلتفون من حوله حقيقة إن وصفة مسيلمة أنه كان يعني مزريا و ولا عقل له و قد أنت يعني تستبعدها كيف إذن يجتمع عليه هؤلاء الناس وكيف يستمعون إليه نعم هو من ناحية التفكير يعني فكر تفكيرا سيئا وفاشلا في الدعاء النبوة وظن أن مسألة أن تجربة المدينة ومكة من الممكن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من الممكن أن تتكرر مع بني حنيفة ويكون هو على الرأس ويكون هو على الرأس فهو يعني من غبائه لم يعرف الفارق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم المرسل من قبل الله سبحانه وتعالى الذي يوحى إليه وبين دعي كذاب يدعي أنه يوحى إليه فالكذب لا يقوم على ساقين ولا يستمر من الممكن أن تجذب بعض الوقت أن تجذب يعني على الناس لكن الكذب معروف أن الكذب لا لا يستمر فهو حاول أن يعني يحاكي في زعن هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وفي مكة وفي الطائف وانضمت إليه قبيلة بني حنيفة وبعض القبائل المحيطة المحيطة بهم العوام انضموا إليه تصديقا له والذين يفهمون والذين يعون انضموا إليه عصبية قبلية وقالوا قولتهم المشهورة إن كذب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر يعني احنا عارفين انه كذب لكن هو أحب إلينا من صادق من صادق مضر فهو كذب هو كذب ومن طريف ما ورد في ذلك أيضا في البداية ونهاية وغيرها أن عمرو بن العص قبل إسلامه كان جاء إلى مسيلمة وتكلم مع مسيلمة قال ما آخر أخبار نبيكم عليه الصلاة والسلام فقال لو عمرو كان كافرا قال أنزلت عليه صورة قصيرة لكنها بليغة ومعجزة فقال ما هي فقال لو العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات واصف حقا واصف بالصب فقال وأنا أنزل عليها صورة قصيرة مثلها فقال ما هي فأطرق ساعة يفكر ثم قال له استمع فقال ماذا أوحي عليه قال يا وبر يا وبر إنما أنت إراد وصد وسائرك حفر النقر يتكلم عن حيوان كده يعيش في الصحراء فيقول إراد وصد يعني تروحوا جاي وسائرك حفر النقر بتحفر طنور فنظر إليه عمرو بن العاص رضي الله كان كافرا فقال له مسيلمة ماذا ترى فيما قلت إليه قال والله إنك تعلم إني لأعلم أنك كذاب أنت كذاب وأنا عارف أنك أنت كذاب وأنت تعلم أنك أنك كذاب شاهد أن حركة مسيلمة الكذاب كانت أخطر حركة دعاء نبوة في الجزيرة العربية بسائرها للعدد للعدد ولمكانة قبيلة بني حنيفة لأننا سنرى أن القبائل التفت حوله واستطاع أن يجيج جيشا يصل إلى أربعين ألفا من المحاربين الذين سيلتقون في معركة اليمامة كما سيأتي كما سيأتي الآن فكانت أخطر حركة ردة في الجزيرة كانت حركة مسيلمة مسيلمة الكذاب كان أبو بكر رضي الله عنه أرسل إلى مسيلمة من يقاتله فأرسل يشورحبيل ابن حسنة رضي الله عنه وعكرمة ابن أبي جاي رضي الله عنه فلم يتمكن لقلة أعداد المقاتلين معهم لم يتمكن من الانتصار أو مواجهة جيش مسيلمة الذي كان كما قلنا كان كثير الأعداد وكان عندهم شراسة في القتال شهد بها الحقيقة حتى خالد شهد لهم بذلك فلما علم أبو بكر رضي الله عنه بما حدث وكان خالدا رضي الله عنه انتصر على الجوش التي أرسل إليها فالمرتدين يعني فأرسل إليه أن اذهب إلى مسيلمة فذهب خالد رضي الله عنه إلى مسيلمة وكانت موقعة اليمامة من أكبر المواقع التي كانت في حروب الردة مسيلمة استطاع كما قلت أن يجاهز أربعين ألفا من أتباعه وكان جيش المسلمين ضم الجيوش إلى بعضها البعض أحد عشر ألفا فقط فإذن هم أربعة أضعاف جيش خالد الآن الذي على رأسه خالد بن الوليد رضي الله عنه وخطب مسيلمة في الناس وخطبة حماسية وقال لهم اليوم يوم الحما على نسائكم ويوم الغير على نسائكم فإنكم إن هزمتم فإن نسائكم سيكونون سبايا وأبنائكم يأخذون عبيدا وأخذ يعني بهذه النعرة التي عند العربي أنه لا تستبيح لا تستباح يعني زوجته امرأته ولا أبنائه فأخذ يعني يزكي فيهم هذا حتى خرجوا للقتال للقتال بشراصه عدد المسلمين كان كما قلت قليلا فلما تواجه الفريقان بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه فإن الهجوم يعني بني حنيفة أدى إلى أن ينسحب جيش خالد حتى وصلوا إلى رواحلهم يعني هزيمة في الأول إلى رواحلهم ثم تناجى الأبطال والشجعان من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقالوا لخالد ميز بيننا نريد أن نعرف من أين نؤتى يعني اجعل المهاجرين في ناحية والأنصار في ناحية وقبائل كذا في ناحية فاجعل هناك تمايزا حتى نعرف من أين نؤتى من أين من أين نؤتى ما كنا هكذا نقاتل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فخالد بالفعل جعل المهاجرين في جبهة وجعل الأنصار في جبهة وجعل قبائل أخرى في جبهات وجعل راية المهاجرين مع سالم مولى حزيف رضي الله عنهم وجعل راية الأنصار مع سابت ابن قيس الذي ذكرناه خطيب النبي عليه الصلاة والسلام ونظم الجيوش على هذا المهاجرون بمفردهم لو أنه حدثت هزيمة من ناحية المهاجرين من ناحية الأنصار من ناحية قبائل الأخرى ووضع خطة رضي الله عنه واستطاع أن يهاجم هؤلاء مرة مرة سنة واستبسل المسلمون واستبسل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكان نداؤهم يومها يا أصحاب سورة البقرة بطل السحر اليوم وقال المهاجرون لحامل الراية سالم مولى حزيفة قالوا له احذر أن نؤتى من قبلك فقال لهم سالم رضي الله عنه بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي أنا حامل القرآن أحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وعندي علم عندي علم بالشر صحبت النبي عليه الصلاة والسلام فلن تؤتوا من قبلي إلا أن أموت شهيدا والأنصار قالوا أيضا لسابت ابن قيس قالوا احذر النؤتى من قبلك أصل الراية من بتسقط فإذا يكون يعني يوهن عزائم الجنود حتى يتلقى واحد آخر فسابت ابن قيس ماذا فعل رضي الله عنه سابت ابن قيس لبس ارتدى كفنه وطحنت أي وضع الحنوط عط نوع من الأطور وارتدى كفنه وحفر لقدميه حفرة في الأرض وقال لن أبرح هذا المكان حتى ننتصر أو أقتل شهيدا دون الراية يبقى شوف البسالة واستطاع خالد ومعه كبار الصحابة أن يهجموا هجمة رجل واحد على هذه الأعداد لا تقدر بأربعة أضعاف وجاءت تباشير النصر وخالد في هذه المعركة كان كالأسد الهصور لا يبارز أحدا إلا قتله كان مسيلمة على ميمنته الرجال واحد من قادة مسيلمة وعلى الميصرة المحكم يبقى عندنا الآن سلاسة يعني من بني حنيفة أم القادة مسيلمة والرجال والمحكم نعم هؤلاء السلاسة هم الذين كانوا على رأس جيش جيش مسيلم ودارت رحى المعركة وزهرت تباشير النصر من عند الله سبحانه وتعالى وإلى هنا سنتوقف بإذن الله رب العالمين على أن نستكمل المسيرة والكلام عن حروب الردة في الإسبوع القادم إن شاء الله وقدر مكتفيا على ذلك مصليا على النبي عليه الصلاة والسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ما تنضي ومنضي خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرها أذوى وذاك من ثقاع تدها ويسعى لاستدامة مدها ليست هنا يا من تعاني فقدها طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقى ليلا صفحة من زرها عند الإله كمة أو زفها